الميكانيكي الفنتيليتور هو عبارة عن ماشين يعني ديزاين علشان يحاول ان هو يأجمنت أو يريبليس البيشن's muscles in performing the work of breathing يعني بنحاول نساعد عضلات المريض اللي هي بتعمل عملية ال breathing علشان تقوم بعملها بشكل افضل او ان هي هو ما يقدرش البيشن يعمل اصلا عملية ال breathing فاحنا بنعملها بالنسبة بدلا عنه الموجودة زي ما احنا شايفين كده في امثلة لها زي ما احنا شايفين هنا كده ممكن حاجة تبقى مسلا او ممكن حاجة تبقى بالشكل ده كده هدفها انها في الاخر تاخد energy وفي الاخر تطلع هوا بالنسبة للبيشن يساعد ان هو يعمل ال breathing بتاعه بشكل افضل الانرجي اللي بتخش لل ventilator ممكن تكون في شكل كهرباء او في شكل compressed air و compressed air ده بيبقى دايما موجود عندنا في المستشفيات في يعني في كل قوضة في central medical gas network اللي بيبقى موجودة في المستشفى طبعا هو بياخد برضو oxygen مثلا برضو من من نفس ال network بس احنا بنتكلم على source of energy ممكن يبقى compressed air اللي هو موجود في medical gas network الموجودة في المستشفى لو احنا جينا نبص بقى على ال anatomy of respiratory tract احنا عندنا في الاول خالص ال respiratory tract ببتدي طبعا في النوز النوز بيبقى بعد كده في نازوفارينكس بعد كده بيبقى في ال اوروفارينكس وبعد كده بيخش بعد كده على الجزء اللي فيه vocal cords فيه تراكية تراكية موجودة بعد كده بتخش بعد كده على البرونكاي وفيه برونكيولز بعد كده بعد كده بتنتهي في الاخر خالص 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 تحت خالص في اخر الشجرة بتاعت القصائبات الهوائية بتاعتنا توصل للايه alveoli دي هي اللي بيحصل بينها وبين ال capillaries يعني اوكسوجين و CO2 علشان نقدر نحن نغير الدم اللي هو فيه CO2 ده نخلي فيه اوكسوجين بدل CO2 علشان يقدر بعد كده ينقله لكل ايه لكل اعضاء بتاعت الجسم لو احنا جدا نفكر في الميكانيكس لو تخيلنا عندنا مثلا حاجة زي بالونة كده يعني هنمثل بالونة وال ال نفسه ال ال لكídنا مع ازازة محطوطة حوالين يه حوالين البلونة دي احنا اخذنا الفواهة بتاعت البلونة دية حطناها هنا بحيث نها تطايتلي قدر الفواهة بتاعت الائزازة دية وجينا بعد كده عملنا يعني يعني жينا شوفنا pen pressure هنا كده هلاقي ال bullet جوا زي ال bullet مافيش اي اختلاف فعشان كده البلونة تفضل زي ما هي ما تنفختش لو انا جيت بشكل من الاشكال سحبت هوا من الجزء اللي هو الخارجي دوت الجزء اللي بين البالونة وبين الازازة اللي حواليها لو احنا سحبنا انرجي هنا او سحبنا هوا من هنا اللي يحصل ان احنا هنكريات نيجاتف فراشر هنا هينفخ لنا البالونة دي ممكن نفضل اكشوري نسحبها لغاية لما نبقاش فيه هوا خالص وزاعتها البالونة تم لأ الاسبيس كله الريسبيريشن بتاعنا عملية الريسبيريشن بتاعنا بتتم بنفس الطريقة بالضبط اللي بين الرميل وبين اللانغز نفسها اللي احنا بنسميه د impresوري boots ده هو اللي بينفخي لنا اللانغز اوكي في حيث نحن السلق عندما بيجي مثلا نحرك ال Polish الắ� بيجانق nossos يعني حركة الديفريم باستعمال الموصل لطبقه البايشنط هي دي اللي بتكريات الناجاتف بريشور ده وهي اللي بتخلي اللنجز اتميلي بالشكل ده وانس ان احنا شلنا الناجاتف بريشور ده وانس ان احنا مجرد بس من ريليس الحاجة اللي بتعمل الناجاتف بريشور اللنجز بترجع تاني يعني بطبيعتها ترجع للآه للزيرو بريشور بتاعها بتاني انها ترجع بنفس البرشور اللي كان موجود في الــ Atmospheric Pressure فالجزء الـ Active اللي موجود عندنا هو الجزء بتاعه ان احنا نخلي فيه negative pressure وانس ان احنا عملنا الـ Release negative pressure ده بنرجع تاني للوضع بتاعه بتاعه اللي هو في اخر الدورة بتاعه التنفس بتاعتنا ان احنا مايبقاش فيه عندنا يعني الـ Lungs بتاعتنا هتبقاش مليان نبتدي بقى بالجزء المهم اللي عندنا في الـ Lungs اللي هو جزء اللي هو بتاع الـ Alveoli جزء بتاع الـ Alveoli ده يعني لو احنا نتكلم عليه هو ده جزء اللي بيعمل exchange لـ Air between الهوى اللي جايه بين الـ Lungs ده وبين الـ Capillaries اللي هي جايبة الدم من القلب علشان بعد كده تعمله of Gases يعني وبعد كده ترجع بيه علشان يتوزع بعد كده على كل أجزاجيس يعني من الـ Physics هنلاقي حاجة لطيفة جدا جاية من من القانون اللي احنا هنريد حالا ده ان الـ Pressure within a truly spherical alveolus بالباسكال بيبقى normal calculated as twice the surface tension divided by the alveolar radius احنا عندنا كل واحدة من دول بيبقى لها surface tension surface tension معناها ان الـ اللي في عندنا هنا يعني stress بيحاول ان هو يخلي circular space دوت اللي هو المارين ده بنحاول يخلي ان هو يتقلص يبقى أقل ما يمكن فباسكالي احنا عندنا هنا الـ Pressure الداخلي اللي جوانا ده الجوة الجوة الـ Alveolus بيساوي twice Ts على R لو احنا بصينا على الكلام ده هنا كده وقارننا بين Alveolus radius بتاعها small r وواحدة تانية radius بتاعها twice الكلام ده هيبقى عندنا مشكلة الحقيقة هنلاقي ان الـ Pressure اللي عند الـ R الكبيرة اللي هي الـ R دي هيبقى عندنا هنا twice r هنا وفي التانية هتبقى R بس يبقى معنا كده الـ Pressure بتاعنا هيبقى فين؟ الـ Pressure الاكبر هيبقى فين؟ هيبقى في الـ Small Alveolus دي الحقيقة مشكلة ليه بقى؟ لان احنا لو عندنا الوضع ان هنا الـ Pressure اكبر هيبقى twice Ts على R وهنا الـ Pressure اصغر هيبقى twice Ts على twice r يبقى معنا كده Smaller Alveolus Smaller Alveolus دي هتند انها تأمتي في ايه؟ في الـ Larger One يعني هي تفضل تكبر زيادة وهي تفضل تصغر زيادة كل ما دي تصغر زيادة يبقى معنا كده تفضي زيادة فهل الكلام ده هو اللي بيحصل؟ طبعا الكلام ده ما بيحصلش فعلا في الايه؟ في الـ Lungs اللي بيحصل فعليه ان المفروض الكبيرة هتفضي في الصغيرة فالحقيقة اللي بيعمل بقى حاجة اللي هو بيعدل القانون ده اللي بيعدل لنا القانون ده بحيث ان هو يسمح لنا ان الـ Larger Alveoli تفضي في الـ Small Alveoli بحيث ان كلهم في الاخر يبقوا كلهم الـ Distended بنفس المقدار هو ان الـ Surface Tension Term دوت لهو Ts ده ما هوش Constant ده بيبقى في مادة جوه الـ Alveoli بنسميها Syrfactant Syrfactant ده بيردوس surface tension in proportion to the change in the surface area يعني ايه؟ يعني بيسيك كل ما الـ Surface Area بيزيد كل ما الـ Surface Tension بتاعنا بيه L فده طبعا بيغير لنا الكلام ده لانه بيبقى فيه هنا term يعني بيسيك متناسب معه متناسب مع الـ Surface Area طبعا نلاقي ان في الاخر الـ Pressure فعلا في الاخر بيعتمد على R مش بيعتمد على واحد على R نتيجة لكده ان الـ Alveoli الـ Radius بها اكبر هنلاقي ان الـ Pressure جوه اكبر فهتفضي في الايه؟ في الـ Smaller Alveoli لغاية لما كله يبقى ايه؟ يبقى بنفس الحجم تقريبا او نفس الـ Radius طبعا بعد كده فباسيكلي The smaller the surface area of the Alveoli The greater the reduction in the surface tension ونتيجة لكده الـ Gas بيفلو من The larger to Smaller Alveoli هنديفين حاجة مهمة جدا بنسميها Lung Compliance Lung Compliance هي بتتعبر عن Expandibility بتاعت Lung اوكي؟ يعني ايه يعني لو انا قلت ان في عندي High Compliance Lung معناها ان Lung بتتتمدد اوكي؟ يعني بتتمدد اوكي؟ لو انا بتكلم مثلا على Compliance اقل يبقى معنا كده بتكلم على ان انا اكد انفخ مثلا حاجة تبقى thick يعني مثلا اكد انفخ كورة مثلا كورة قدم كورة قدم مقدرش انفخها يعني بدنا انا انفخ فيها ده لازم احط منفاخ ب Pressure عالي عشان ينفخها لي High Compliance معناها انها حاجة بسيطة سهلة بحط عليها شوية Pressure قليلين بلاقي انها بتكبر بشكل كبير الحاجة اللي Low Compliance معناها لها عكس محتاج Very High Pressure عشان اكبرها بحاجة ما يبقاش كبير اوه فباسيكلي ال Compliance بيبقى General Defined by Volume على Pressure بتاع الحاجة اللي انا بتكلم عليه لو انا بتكلم على Tidal Volume Volume of V Tidal Volume ده اللي هو يعني هو ده ال Volume اللي انا باخده كل Respiratory Cycle بعرف حاجة اسمها Dynamic Compliance هي عبارة عن V على P Peak Pressure Peak وبعرف حاجة اسمها Statting Compliance ان هي عبارة عن V على Pressure اللي هو Plateau يعني ايه ده ويعني ايه ده لو احنا بصينا بقى على الكيرف بتاعنا بتاع ال Respiration بلاقي ال Respiration بيمشي كده بالظبط هو Low في الاول خالص قبل الشهيق قبل ال Inspiration وبعد كده ببتدي يزيد Pressure اوكي يعني بحط بقى Negative Pressure جامد اولي عشان ابتدي بقى ازود الايه Pressure مع الوقت اوكي لغاية لما اوصل ال Peak لل Pressure وبعد كده بلاقي ان يعني بعد ال Peak دي هو بينزل بسرعة اوكي ويريتش بلاتو اوكي بعد كده في Expiration ببتدي بعد كده ايه ببتدي بعد كده ينزل بسرعة عشان يرجع تاني زي ما كان Pressure يرجع تاني اتماسفيرك اوكي فالجزل اللي فوق دوت بسميه Peak Inspiratory Pressure الجزل اللي هنا ده بسميه Plateau Pressure اوكي لو احنا جينا بصينا على Volume Pressure Curve اوكي اللي هو بتاع Longs وهي بيحصلها Expansion في Inspiration والExpiration بلاقي ان انا ببتدي من النقطة دي اللي هي End Expiratory Long Volume وابتدي بعد كده اعمل Inspiration في السايكل دي كده في اللاج اللي هي لونها ازرع دي اوكي بوصل هنا ل Pressure عالي جدا وفي نفس الوقت في عندي يعني نفس النقطة دي بوصل عندها Peak Long Volume بتاعتي بعد كده في Expiration ببتدي طبعا بيقل Pressure اوكي بغاية لما انزل خالص بغاية لما انزل النقطة اللي هي End Expiratory Long Volume اللي كنت بتكلم علي الهيستريسة دي في النص دي اللي هو احنا فاكرين الwork done بيبقى عبارة integration بتاع P D V فمعنى كده نبقى Integrate ال variable اللي هنا ده دي ال variable اللي هنا ده فمعنى كده لو احنا بصين هنلاقي هنا في Positive Lobe هنا كده أو Positive Leg هنا كده وهكذا فيه negative Leg لان احنا راجعين عكس الاتجاه فيبقى معنى كده الجزء اللي في النص ده بيعبار لي عن الwork done داخل ال Lung في أثناء عملية respiration في أثناء عملية واحدة بس من respiration الحقيقة كورفي دوت لازم نتساءل منه هو ليه فيه peak pressure بالشكل ده وليه فيه بعد كده plateau pressure لازم نبص نشوف الكلام ده بقى في physics عامل ازاي او هو practically بيمثل ايه بالظبط الحقيقة لو احنا جينا خدنا المثال ده او خدنا المثال بتاع Lung او مثال بتاع respiratory tract كله يعني بقى عمل respiratory tract كله وكأنه model كده فممكن نمثل whole respiratory tract ب 2 compartments ال compartments الاولاني اللي بيمثلي اللي هي high compliance alveoli طبعا حاجة عمنا زي البالونة كده بتبقى سهل قوي انها تتنفخ فمعنى كده compliance تبقيتها very high وجزء تاني عبارة عن low compliance proximal airways يعني بكلم على كل بقى الحاجات البرونكاي وال trachea وكل الحاجات اللي فوق upper airway tract كل الكلام ده الحقيقى صعب ان هو يتنفخ لو انا باخد بحط عليه pressure عمر trachea ما هت expand وعمر برضو الحاجات اللي مثلا ال naso pharynx مثلا الحاجات دي هت expand فكلها بيبقى very low compliance اوكي فيه في النص بينهم بقى الجزء بقى اللي هو بتاع ال respiratory tracks او الحاجات اللي هي bronchiules والحاجات دي كلها في الاخر بتوصل ناتب ارفياع قوي او tracks نفسها بتوصل لل branches بتاعتنا ناتب ارفياع قوي فالحقيقة بيبقى فيه delay بان انا اوصل الهواء من هنا لهنا او فيه معنى صحة resistance جيالي من ان انا عشان اوصل لل alveoli لازم امشي في انبوبة الرفياء قوي اللي هي end branches بتاعت ال bronchiules اوكي فلو احنا في الوقت العادي ده الوضع الوقت اللي احنا فيه عندنا مفيش pressure pressure اتموسفيري جوه وبره اللي هو end expiration او end expiration pressure بيبقى كله زي بعضه مفيش اي مشكلة once ان انا بتقيت احط pressure بقى طبعا اكيد يعني بحط pressure من بره اكيدني بحط negative pressure من جوه ما تفرقش يعني ممكن احط negative pressure في المناطق اللي حوالين respiratory tract او اكيدني بحط post pressure من بره احنا بنسبالنا لو بنتكلم على ventilator احنا actually بنحط pressure ده فعلا من بره لما بنحط pressure من بره بيبتدي الهواء اللي موجود عندي يحصل له ان pressure بتاعه يزيد النقطة ان هو هيزيد لي في الجزء اللي هو proximal airways الحاجات اللي هي upper airway tracks والحاجات دي كلها اللي هي compliance في حاجاتها قليلة بس لسه ما يكونش الكلام ده لحق يوصل لجوه لتيجا لان انا عندي هنا انبوبة رفائعة جدا 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 ما بتوصلش الهواء بسرعة من هنا الهنا فانا هنا رفعت pressure بتاع ده بسرعة فما كانش لسه عندي وقت ان الهواء يبتدي من هنا الهنا فبقى عندي ده في pressure عالي اوي 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 وهنا لسه pressure بتاعه معليش شوية بشوية بقى وانا على نفس الوضع ده وانس ان انا وصلت للوضع ده كده اللي هي peak pressure بتاعي يبتدي بقى الهواء شوية بشوية يديفيوز عشان ايه؟ يبتدي يتوازم بين كل الكمبارتونس اللي عندي ده بدلا ما كان عندي الجزء ده كله pressure بتاعه عالي وده pressure بتاعه واطي لا كله هيبقى زي بعضه دلوقتي بعد ما الهواء اللي هنا دخل بعد كده ما لا هنا نفس pressure اللي هنا اللي هو مش عامل expansion خالص لهنا عامل minimal expansion هنا بقى عامل يعني ان ال longest كلها تبقى expanded في الجزء بتاع الايه؟ في الجزء بتاع اللي هو بتاع الالفيولاي اوكي فالنقطة ان احنا ال peak اللي احنا وصلنا لها peak بتاعه pressure احنا وصلنا لها اكشوري هنا اوكي قبل ما يحصل ان الهواء ده يديفيوز للالفيولاي اوكي وبعد ما وصل الالفيولاي خاص ويسل للبلاتو البلاتو اللي هي ال pressure بتاعنا كله في كل الحتة زي بعضيها وبيفضل كده بقى في مرحلة exchange of gases between ال blood capillaries وبين الالفيولاي فده طبعا بيفضلنا الكيرف ان اللي هو ال peak inspiratory pressure بيعبر لنا على النقطة دي والبلاتو بيعبر لنا على النقطة دي اللي هو فيها كل ال A pressures بكل حتة زي بعضها ال gas exchange اللي بيحصل بين الالفيولاي وبين ال capillaries ده طبعا احنا يعني كنا درسناها في الجزء بتاع الفيزيكس اللي هو في chapter 4 لان كان جزء في غاية الامية ومعتمد على ال diffusion اوكي وزاي ما احنا كنا قولنا قبل كده ال diffusion speed بتساوي twice D في T دي اللي هي diffusivity اللي موجودة في ال medium اوكي وT اللي هو time يعني distance اللي هي لو انا بتكلم مثلا على ان انا عندي oxygen molecule مثلا موجود في مكان وعايز تشوفه يتحرك بعد زمن مثلا one second يكون فين اوكي طبعا احسابها بتوايس D في T اوكي ال speed of diffusion in general معتمدة على كذا حاجة اول حاجة pressure gradient يعني لو انا عندي هنا مثلا هنا الجزء ده بتاع الفيولاي وجزء ده بتاع capillaries في النص بينهم هو جزء بتاع الفيولار epithelium اللي هو ال wall بتاع الفيولاي وهنا جزء بتاع capillary epithelium اللي هو عبارة عن ال wall بتاع capillary ودي بتبقى عادة very thick وتبقى equivalent اكينها مية بالزبط يعني كل ال wall يعني ما احساب لها مثلا speed بتاع diffusion فيها باعتبرها اكينها مية بالزبط فدلوقتي عشان يبقى فيه هوا او فيه اكسوجين يتحرك من هنا الهنا لازم يبقى فيه delta c لازم يبقى فيه concentration difference مش هيعدي يعني هيعدي من هنا الهنا ازاي ال concentration بتاع بتاع الجاسس عمتة ممكن نعبر عنها بحاجة نسميها partial pressure اوكي لما يكون partial pressure بتاعي هنا عالي وهنا واطي يبقى معنى كده عندي هنا كمية اكبر من هنا فمعنى كده diffusion هيبقى فيه ال direction ده اوكي فيعتمد على partial pressure difference اللي هو بين هنا وبين هنا السرعة بتاعتي كل ما ال delta c كانت اكبر كل ما ال flow هنا كان هيبقى اكبر الحاجة التانية هو thickness بتاع الباريير thickness اللي هنا ده اوكي الباريير ده زي ما قلت كده هو عبارة عن ال wall بتاعت ال alveolus وال wall بتاعت الايه بتاعت ال capillary في الوضع الطبيعي احنا بنقولي ده equivalent المية which is okay المشكلة بقى ان احنا عندنا بعض الامراض ممكن يحصل thickening لل wall دي لما بيحصل thickening لل wall دي اكشري بيلاقي ان يعني معظم الوقت اكشري هو بيطادي اصلا عشان المالكولز بتاعت ال air او بتاعت ال oxygen وال CO2 يعدوا من هنا في خلال الجزء اللي هو الابارة عن المية ده لان سرعة الدفوجن في المية ابطأ بكتير جدا من سرعة الدفوجن في الايه في الجاسس اوكي فمعنى كده بنتكلم على ان احنا عندنا في الجزء دوت لو حصل thickening لل wall ده باي سبب من الاسباب زي مثلا واحد مدخن مثلا مدخن بيبقى عندنا فيه مشاكل بيبقى فيه deposition هنا على ال alveolar wall او بيحصل thickening alveolar wall فمعنى كده بيحصل لنا بطء في ال exchange بين الايه بين الجزء اللي فيه ال alveoli وجزء اللي فيه ال blood في ال capillars الحاجة التانية هي solubility of oxygen and barrier يعني ممكن ال barrier اللي في النص ده نتيجة برضو بعض الامراض ممكن يبقى الاكسجين مفروض ان هو بيجي لغاية ال wall دي ويدوب فيه وبعد كده يمشي جوه ال wall لغاية لما يوصل لناحية التانية ويعدي بعد كده من ناحية التانية يخش ال blood لو كان عندي مشكلة في solubility هنا لأي شاب من الأسباب لأي مرض من الأمراض يعني بيبقى عندي برضو مشكلة ان بيحصل ايه بيحصل عندي برضو تأخير في الايه تأخير في ال exchange of gases between ال alveoli والاي والcapillars لو احنا بصينا على ال initial concentration بتاعنا ال initial concentration بتاعنا PO2 اللي هو pressure بتاع O2 مرفوض انه يبقى عالي جدا في الايه في الجزء اللي هو بتاع ال alveoli وهيبقى أولايل بالنسبة للايه أولايل بالنسبة للايه للناحية التانية للcapillars يعني اكروس دوت هلاقي النقطة دي PO2 بتاعي عالي والايه وال PO2 على الناحية التانية بيبقى واطي نتيجة انه هنا بقى ال venus blood ده بيبقى جايلي من من الجزء بتاع اللي هو البلد اللي جايلي من ال right side of the heart فبيبقى venus blood فمعنى كده بيبقى اولايل جدا في الاخر خالص بعد ما خلص diffusion بعد ما يوصل هما الاتنين بيبقوا زي بعض بالزبط ونتيجة لان الأكسجن هنا يعتبر حجمه كبير انا ده مش بيقل كتير يعني ده مش بيقل كتير عشان يوصل ده بيكبر بيوصل لده تقريبا نفس ال pressure اللي هو موجود برا ساعتها بيبقى خلاص حصل ال steady state ويبقى خلاص حصل complete exchange between الطرفين دول طبعا احنا عندنا احنا درسنا في الجزء بتاع diffusion في الفيزيكس ان احنا بيبقى الكلام ده بياخد وقت بنوصل ال steady state ده في وقت فعايزين نعرف الوقت ده اديه عشان نقارنه بال cardiac cycle فلاقينا ان actually ال contact time بتاعنا اللي بيبقى فيه عندنا نتيجة ال cardiac cycle يعني اللي في الأكسجن بتاعنا او الجزء بتاع اللي بقى فيه هوا في الالفيولاي وصاد كمية معنا من الدم هنا بيبقى حوالي ال contact time بيبقى حوالي 0.75 seconds يعني حوالي بنكلم على ثلاثة اربع ثانية اوكي يعني ده بيبقى proportional to cardiac output كوي inverse proportional to cardiac output يعني كل ما ال cardiac output بتاعنا كبر كل ما كان الوقت ده قل بس في ال اترست لو واحد قاعد اترست ال contact time ده بيبقى 0.75 seconds عشان يحصل complete exchange بين الطرفين دول بين الاكسجن الهنا والاكسجن الهنا ونوصل لل state state اللي هي ال final condition اللي هو هنا دوت اوكي بنحتاج ربع ثانية بس فمعنى كده عندنا spare نصف ثانية ال spare ده بقى احنا ممكن ده في الاثليتس مسلا ممكن استفيد به ممكن مسلا في بعض الحالات مسلا لما يكون حد مسلا في مكان المسلا الهوا فيه thinner مثلا زي مسلا اماكن في ارتفاعات عالية بيبقى PO2 في الجو في الاتموسفير بيبقى ليل فمعنى initial PO2 هنا بتبقى قل شوية فمعنى كده بيبقى بيبقى قل شوية فمعنى كده ال exchange بيبقى ابطأ فالحلقة دي برضه بيبقى عندنا spare نصف ثانية بحالها يعني تحت اضعاف الوقت اللي احنا محتاجينه عشان نقدر في الاقل نوصل للايه لل steady step بتاع علشان نحن ن administer oxygen للpatient او ندي للpatient oxygen لازم في عندنا device عشان تسمح لنا نحن ندخل هوا ده لل respirator ففي عندنا كزا شكل الحقيق اول شكل للحاجات اللي ممكن استعمالها اللي هي نازل كانولا ده الحقيق ابسط شكل وميزة بتاعه طبعا بتسمح للpatient ان ممكن يأكل ويشرب ما يبقاش في عنده مشكلة غير الاشكال التانية الحقيق طبعا العيب بتاعه ان هو طبعا ما هوش معنى ان احنا ندخل هنا اكسجين ممكن جزء منه يبقى لصد يعني الى حد ما هو بالنسبة للpatient بس ممكن ما يكونش بالنسبة للايه بالنسبة للايه الادمنسترات بتاع الاكسجين في عندنا حاجة اسمها variable performance mask ده بتحط على المريض بشكل ده كده وممكن ان احنا نقدر نغير الريض بتاعنا من خلال كنترولز بسيطة جدا ده مفروض يبقى تايت بالنسبة للpatient عد ما نقدر وفي نفس الوقت يعني مفروض ان احنا نبقى عاملين في حسابنا طبعا ان احنا يعني الpatient مش يقدر قاعد بطول الوقت لان هو يحتاج بعد كده لو هو محتاج يأكل او يشرب او حاجة زي كده هيتطر ان هو يشيله بعض الفترات في عندها نفس النوع هو هو اللي هو بنسميه variable performance mask with reservoir اللي هو بالشك ده كده الميدة بتاع ال reservoir ده هو يعني ممكن مثلا بديليفر من هنا كمية اكسوجين معينة لو الpatient يعني سحب كمية الاكسوجين دي اوكي وكمية الاكسوجين دي خلص خلصت الاكسوجين الموجود عندنا هنا بيبع عندي مشكلة ان الpatient ما بيلاقيش هوا بعد كده يعني بعد ما الاكسوجين الموجود ده يخلص ما بقاش في هوا فالريزرفوار دوت بيسمح لي ان انا بقدر ااخد كمية من الاكسوجين ابقى مخزنها هنا فيه بحيس ان انا واحتاجت اكتر من اللي انا بعمله من خلال الاكسوجين اللي جاي من هنا دوت بقدر ااخد من الريزرفوار وبعد كده بعود بعد كده من الايه من الهوا اللي جاي بعد كده اوكي فيه حاجة تانية بسميها دي بقى بتسمح لي ان انا اعمل يعني اقدر ادليفر يعني كونسنتريشن الاكسوجين زي ما انا عاوز بالزبط يعني ممكن انا احدد كونسنتريشن معين كونسنتريشن معين ده اقدر اعمله بشكل دقيق يعني بقدر اوصله للبيشن بشكل دقيق وده اللي هو مابني على الفنتوري ميكانيزم اللي هتكلم عليه دلوقتي حاجة الفنتوري ميكانيزم اكشري هو اللي بيسمح لي ان انا اقدر اعمل يعني ميكسنج للهوا اللي موجود الهوا الخارجي مع الاكسوجين اللي موجود بحيث ان انا اقدر اطلع نسبة محددة للاير اكسوجين ميكسشور يعني بعندي اير بالنسبة للأكسوجين له نسبة محددة مش زي زي فالحقيقة الفكرة بتاعته هو يعني هو ميكانيكال ديفايس اكشري ما فيهوش حاجة اي حاجة الكتريكال خالص هو التصميم بتاعه نفسه ان لما انا بدخل هنا هوا بريت معين بكريات نيجاتيب براشر هنا بيسحب كمية محددة جدا من الهوا من حوالين ايه من حوالين التيوب اللي في النص دي ولو انا عليت الهوا اللي هنا بيسحب اكتر برضو بحيث ان دايما بيبقى ريشيو بتاع الداع انا الهوا اللي داخل من الجناب دي بتبقى ريشيو ثابتة فكده اقدر اوصل ان انا عندي ريشيو بتاعت الاكسوجين للايه للاير اللي هو بيبقى ميكس معاه بتبقى دايما ثابتة فديه طبعا بنستعملها لما يكون عايزين بري برتيكولر اكسوجين كونسنتريشن ريشيو يعني عشان مايبقاش في عندنا اي اختلافات بالنسبة لل ديناميك او ممكن ان هي تأثر على الطريقة بتاعت العلاج بتاعت المريض بالنسبة لأوباريشن بتاع الفنتيليتور في عندنا two modes اساسيين جدا او يعني نوعين من التريتمنت ان احنا ممكن نعملهم باستعمال الفنتيليتور النوع الاولاني بسميه non-invasive ventilation والنوع التاني بسميه continuous positive airway pressure اللي هو CPAP النوعين يبقى في نوعين حاجة اسمها EPAP او exploratory airway pressure الكيرف بتاع non-invasive ventilation اللي انا بحط pressure من بره بالشكل ده كده بحيث ان انا اعمل inspiration للpatient في وقت معين وبعد كده اسيبه بعد كده هو automatically expiration بيبقى passive فهو الهواء اللي انا اعملت له ضغطته جوة الpatient ده بنتيه بعد كده يطلع automatically بعد كده اعمل pressure تاني في وقت محدد برضه يعني اعمل انا inspiration والexpiration بشكل ايه بشكل mechanical يعني الماكناة هي اللي بتعمله اوكي وممكن انا ازود pressure اللي موجود هنا بشكل من الاشكال ممكن هو يبقى elevated شوية بس اهم حاجة ان انا الماكناة هي اللي بتعملي الايه pressure اللي هو بيعمل inspiration مش البني اده اوكي CPAP لو انا بصيت على pressure العادي بتاع inspiration بتاعنا بتاع cardiac cycle بتاعنا لو انا خدت still pressure على مثلا على upper airway pressure مثلا بتاعنا هلاقي ان هو شكله عامل كده يعني بينزل يبقى negative شوية عشان يسحب هوا من بره يملى lungs اوكي وبعد كده يبقى بيبقى zero عطوة طول الوقت وبعد كده ينزل negative ثاني يعني كل واحدة من دول بتإنديكيات inspiration بتاعنا لو انا حبيت اعمل CPAP اللي هو continuous positive airway pressure كل المطلوب مني ان انا elevate الكلام ده ب certain pressure يعني 5 cm H2O مثلا حاجة pressure صغيرة زيادة اوكي الميزة بتاعتي pressure صغيرة زيادة هنشوفها بعد شوية دي بتفر معي كتير جدا دي ممكن كtreatment تستعمل يعني هو دلوقتي بيتنفس بالpace بتاعه يعني بالrate بتاعه هو اللي بيتنفس يعني بداية inspiration هو اللي بيحددها يعني respiratory rhythm بتاعه بيبقى maintained بس أنا دلوقتي مجرد بس ان انا حطيت له mask مثلا بحيث يبقى pressure فيه اعلى شوية لكني بتنفس في قوضة pressure فيها اعلى من ايه من ال atmospheric pressure اللي موجود في الايه موجود في الدنيا اوكي مفيش اي حاجة تانية مختلفة انما في الجزء بتاعه non invasive ventilation لا ده انا basically لكني انا بالضبط زي ما انا كنت مواري في الاكزامبل في الاول خالص لكني انا بحط منفاخ مثلا وبنفخ lungs من بره بحط يعني large pressure من بره عشان يدخل هوا وبعد كده يعني بخلي pressure ثانية يرجع 0 عشان يحصل expiration طريقة passive اوكي بعد كده احط pressure ثانية عشان يعمل inspiration ثانية وهكذا يبقى في الحالة بتاع non invasive ventilation انا actually بحدد ال rate respiration من المكنة انما في CPAP لا انا مش بعمل كده CPAP انا actually كل اللي بعمله انا بحط higher pressure يعني اوكسجن مسلا حوالين ال patient وهو بيتنفس منه عادي بنفس ال rate الطبيعي اللي هو من ال patient نفسه لو بكلم على CPAP circuit CPAP circuit بتبقى حاجة بالشكل ده كده انا بحط هنا هوا اوكي وبخلي الهوا اللي موجود حوالين ال patient اللي هو بيتنفس منه يبقى يبقى عالي شوية يبقى اعلى من الايه اعلى من المعتاد اعلى من ال pressure اللي هو atmospheric وهو بيبقى شغال كده فهو فعليا بيبقى مجرد ان هو يعني بيعمل inspiration expiration حوالين ال pressure اللي انا ايه اللي هو اللي انا معاليه شوية ده اوكي بدل ما كان من حوالين الزيرو احنا ممكن نجرب نفس الحاجة هي هي بالزبط اوكي هي هي بس نحط ال reserve war كمان بحيث ان انا لو patient حاب ياخد هوا اكتر شوية من انا بعمله administration في وقت من الاوقات يقدر ياخده من reserve war مايبقاش ايه مايبقاش عنده مشكلة ان هو مش لاقي هوا يقدر يتنفسه طبعا في الجزء بتاع expiration 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 حقيقة بيطلع من ايه من ال valve اللي موجود هنا ده لما انا بعمل expiration ال pressure اللي هنا بيزيد فبيخلي ال valve اللي هنا دوت يفتح بحيث ان هو بحيث ان هو يطلع الهوا بتاع expiration ده طبعا بيحصل في الحالتين دول لو احنا بصينا على volume pressure curve بتاعنا وحطينا بصينا عليه في الجزء بتاع intra pleural pressure اللي هو جزء بتاع pressure بتاعنا اللي هو في اللي هو حوالين هنلاقي ان الحالة العادية بتاع ال respiratory cycle بتبقى هي دي اوكي لو احنا علينا pressure شوية لو احنا علينا pressure بتاعنا شوية يعني خلينا curve ده يتحرك شوية اوكي هنلاقي ان احنا في يعني بيبقى عندنا cycle بتاعتنا مش بتبقى نفس cycle لا ده actually ده حصل ان هي زادت شوية volume بتاعنا زادت شوية فاكن ال pressure اللي انا خطيته ده ساهم ان هو يزود شوية المساحة بتاعت او extension بتاع اللانجز بتاعتنا فهو عمل زيادة ل compliance بتاع اللانجز وغالبا CPAP بيستعمل لفترة معينة عشان يعني يحسن compliance بتاعت اللانجز يعني ممكن لو في عندنا بعض ال alveoli بتكون الى حد ما يعني compliance بتاعتها اقل شوية فلما بحطتنا pressure الاعلى بتبتيني تفتح وترجع تاني تبقى active زي ما كانت وبعد شوية بشيل الالاج ده ويفضل ال patient بتاعنا بنفس compliance اللي هي تحسنت دي بالنسبة لل non invasive circuit بيبقى عندنا برضو نفس الحكاية بقى في عندنا ماسك بشكل ده كده بيبقى عندنا one limp بس حقيقا بيبقى فيه فالف هنا لما بيحصل expiration بتاعته هو يفتح طبعا ها عندنا بنحط هنا very high pressure علشان نخلي الهوا اللي موجود هنا ده يخش بطريقة forceful كده بالنسبة لل patient بحيث ان هو يملأ اوكي فهو فعليا هو يعني بيبقى عندنا one limp بس وبعد كده expiration بيطلع من خلال الفوربز الموجودة او من خلال ال areas اللي حوالين ماسك بتاع لو حبنا نبص ال inspiratory cycle بقى ال inspiratory cycle احنا ممكن نقول انها عبارة عن inspiration phase inspiratory phase و expiratory phase ال inspiratory phase دوت ممكن احنا نقسمه لجزئين الجزء الاولين هو ال inspiratory phase العادي يعني فعلا بناخد فيه هو فعلا حقيقي وابقى فيه بوز بعد كده لو كل واحد هنا يعني اه فكر هو بيتنفس ازاي او هو جرب كده يشوف نفسه هو بيتنفس ازاي هلا احنا بناخد نفس وبعد كده بنستنى شوية صغيرين وبعد كده نعمل بعد كده احنا بنبقاش عندنا يعني بنعمل expiration يعني بنستنشق هوا بعد كده نقوم طلعين وفجأة وراه على طول نفس يعني بعديه على طول ب zero time لا احنا فيه وقت كده صغير بيع فيه بيبقى الهوا جوة مالي ولسه ما حصلش فهي فعلا الحاجة الصحيحة هي اللي ايه هي اللي فيها مش اللي ايه الجزء دوت يعتبر حاجة واحدة وبعد كده اللي ايه عمتا احنا يعني ممكن احنا في الحسابات بتاعتنا ناخد الinspiration phase انه هو ده اوكي على اساس انه هو ده اللي بيبقى فيه اللانجز بتاعتنا بتبقى distended وبيبقى فيها الهوا موجود وبيحصل exchange of a gases between اللانجز وبتون الالفلار وبتون ال capillaries عمتا التي سايكل عمتا هي cycle time بتاع الinspiration هي عبارة عن تي inspiration زي تي expiration اوكي وباسيكلي التي اي 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 اذا ما كنا بنقول كده هي الinspiration time هي عبارة عن تي اي فلو زي تي اي بوز اللي هي الوقت ده زي ده الوقت ده اوكي احنا ممكن نقول ال rate بتاعنا عشان نقول بقى ال rate بتاعنا per minute هو برعا 60 per tc يعني 60 على tc يعني نشوف tc بتاعتنا بتساوي كاما هي cycle time بتاعتنا بتساوي كاما ماقولش واحد على tc بقى تطلع لي بال second بني دي باكلم على دي second اوكي لما سمع تبقى 60 على tc هتجيب لي بعد كده rate per minute اوكي يعني عدد من ال ال respiratory cycles per minute اوكي ولما احب اتكلم برضو على ال rate دوت هو ممكن برضو نحطه بشكل كاما ان هو ال v dot على v t dot ال v t هي عبارة عن ايه tidal volume بتاعنا اوكي tidal volume بتاعنا بيساوي كاما وال v dot هي عبارة عن rate of change of a او v يعني احنا مناقدر نطلع يعني ال volume ده بتغير ب rate قد ايه مع time لو بتكلم عن duty cycle بتاعتي duty cycle عبارة عن t i على total time على cycle time بتاعك يعني هي t i على cycle time اللي هي cycle time اللي هو t i زد t e فممكن انا اقول برضو duty cycle بتاع ال patient مثلا هي مثلا سايي مثلا 40% يبقى معنا كده الجزء بتاع inspiration بياخد 40% من time وجزء بتاع expiration بياخد 60% من time اوكي نتكلم دلوقتي على الجزء بتاع ازاي احنا بنكتوله المكنة اوكي فيها عندنا لازم ندفين الاول حاجة اسمها trigger limits cycle and baseline variables كل واحدة فيهم لها معنى مهم جدا trigger variable is defined as the one that is measured and used to start inspiration يعني انا بطريجر بداية ال respiratory cycle امتا او باستعمال انهي variable ده بسميه trigger variable ده ان انا ببص على القيمة بتاعته وعلى اساس ان هو وصل لحد معين يبقى معنى كده ابتدي ال inspiratory cycle بتاعتي او inspiration بتاعي يعني يبقى ابتدي ال respiratory cycle كلها من الايه ان انا بنظر او ان انا بمونيتور trigger variable ده limit variable بقى العكس احنا بنتكلم على ان احنا limit variable ده is the one that can reach and maintain a preset value before inspiration ends ده نهاية ال inspiration يعني انا بقول دلوقتي ان انا ابتديت امتا ده trigger variable بنتهي ال inspiration بانتهي امتا ببص على limit variable بتاعي يعني لما limit variable بتاعي يوصل لحد معين بقول ان خلاص كده انا مفروض ان انا ال inspiration دلوقتي اوكي ال cycle variable بقى بكلم ان هو بقى ده نهاية cycle خالص ده نهاية ال expiration بتاعي اوكي يعني ده بقى اللي هو نهاية expiration ده end expiratory phase يعني انا ببص على ده عشان ابتدي وبتدي معناها بتدي cycle كلها وبتدي inspiration هنا انتهي امتا ال inspiration هنا انتهي امتا ال cycle كلها يعني انتهي امتا ال expiration في عندنا حاجة اسمها baseline variable كمان بقى ده اللي بيبقى control ده عموما during expiration يعني بمعنى ان احنا دلوقتي احنا بنبص على ايه و احنا بنكونترول مثلا ال inspiration نفسه يعني دلوقتي لو فرض انا في inspiration في non invasive ventilation انا مفروض ان انا بحط هوا جوة ال patient هل احط الهوا ده based على volume based على pressure based على ايه بالضبط ده ده baseline variable بتاعي اوكي في most of the practical ventilators موجود دلوقتي ينلاقي pressure control هو اكتر واحد الناس بتتعمل في ال respiratory cycle in general بيبقى عندنا طبعا زي ما احنا شفنا فيه عندنا inspiratory phase وفيه expiratory phase هنحول امتا بقى بين كل واحدة من ال two phases دي التانية دي بتتحدد بحاجات كتيرة ممكن انها تتحدد بال ventilator وممكن انها تتحدد بال patient فممكن مثلا ال inspiratory cycle بتاعنا يتحدد بان هو يكون time or spontaneous يعني ممكن ان هو يتحدد بوقت محدد لما الوقت ده ينتهي اقلب من ال inspiration او لما الوقت ده يجي مع صحة من inspiration او استنى لغاية لما ال patient يبتدي يحاول ياخد نفس واسعده اوكي زي مثلا كده ممكن نبص على expiratory cycling expiratory cycling ده ممكن يتحدد لي بناء على اننا وقت محدد لما يجي الوقت ده ينتهي اوكي بابدأ او بنهي expiratory او ممكن انا بص على flow ومنه برضو احدد اذا كنت ابتدي expiration او انهي expiration وممكن برضو نفس الكلام هو هو بالنسبة لل inspiration ممكن انا trigger expiration ب volume او pressure يعني ممكن انا بص على volume او pressure ومنهم احدد اذا كنت ابتدي inspiration او انهي expiration او انهي عشان ندي مثال بقى لكل الحاجات اللي احنا اكلمنا عليها دلوقتي هنوري مثال لحاجة اسمها mandatory respiration حاجة اسمها spontaneous respiration حاجة اسمها trigger respiration او trigger inspiratory cycling اوكي اول مثال هنا دوت ده mandatory expiration mandatory expiration او mandatory expiration عموما يعني او mandatory inspiration ال mandatory expiration ده اللي بيحصل فيه ان احنا الكرد اللي احنا شفناه دوت بتاع ان احنا بننفخ من برا ببرشور عالي. اوكي ده احنا فعليا بنعمله بريت عالي جدا باستعمال المكنة. يعني احنا هنا ناسين خالص ان البيشن ده عنده ريثم. واحنا اللي بنتحكم في الريثم بتاع من المكنة. فبحط بتاعي ده يعني انا بتحكم انا في بتاع البيشن ده بتبتدى تحصل لها. ان امتة باستعمال المكنة. فده بنسمين Mandatory Respiration او Mandatory Inspirator Recycling. اوكي? لو انا قللت شوية الريت دوت اوكي. بيبتدي عندي في النص يحصل في عنص حاجة اسمها Spontaneous Breathing. Spontaneous Breathing معناها ان البيشن يبتدي بيحاول يااخد نفسه بنفسه. يعني ده الري kızım بتاع البيشن نفسه بقى. فلما بيطلع عندنا الريت بتاع البيشن او الريتم بتاع البيشن ده في الجزء دوات يبقى معنى كده هو في الجزء دوات الماكينة مش بتساعده باي شكل ماهيش كاتل الماكينة بتساعده هنا وبتساعده هنا يعني بتحطله هنا بتبتد True Acharider Scyclic Cycle و Whew But in the center here sold días ليساعدوش خالص ده طبعاً في الجزء دوات بيبعندنا الجزء اللي هو اللي هنا ده هو بيحاولي تنفس بس طبعاً متضع هو يعرفيه يتنفس او متى ما عارفش يتنفس فدي مشكلة فالنقطة ان احنا بنحاول يعني دايما البيتشنت بتاعنا بيخش في الاول خاصة ما يكون حالته سيئة بيتحط على المنتاتوري بريثن بحيث ان هو المسلز بتاعته ويعني ما بيقاش عليها اي افورت خالص نمتاز بعد شوائي نقلل الريد بتاع المنتاتوري بريثن ده بحيث نسمح للجزء بتاع السبونتينيوس بريثن ده ان هو يبقى موجود ونحاول ان احنا يعني نشوف اذا كنا نقدر نساعده ولا لا عشان نساعده في نفس الوضع ده هو هو بنعمل حاجة اسمها سابورتد بريثن او سابورتد بريثن ده او تريجرد بريثن نفس المعنى معناه ان احنا دلوقتي لما بيتحس ان فيه يعني الماكة نفسها ما بتحس ان فيه ناجاتف بريشر في مكان ما فيهوش سايكل يبقى تعرف ان البيتشنت بيحاول ياخد نفس يبقى معنى كده بتحط له هي بريشر من بره بحيث انها تساعده في الايه في عملية البريثن بتاعته هنا يتحول تساعده في بتاعه ساعة ما يكون عايز ياخد ايه ياخد نفسا اوكي فمعنى كده نلاقي ان عند الاماكن دي كلها كل الاماكن اللي موجود فيها بحط هنا سابورتد بريثن ويفورب يعني بحط له من بره بحيث ان هو يساعده ان هو يعمل البيتشنت ده مع بتاعه هو نفسه فده طبا لو انا بتكلم على ان انا يعني بحاول اساعد البيتشنت ان هو يبتدي يعني شوية ان هو يريكوفر يبقى معنى كده بساعده بحاجه زي كده اكتر قبل ما بعمل حاجه زي كده يعني بساعده حاجه زي كده الاول لغاية لما بمتأكد ان هو يعني عارف ان هو يعني يتنفس وبعد كده اسيب وبعد كده يعمل البيتشنت ده بعد كده بنفسه المشكلة بتاعت البيتشنت دي كالاتي ان انا عندي هنا مثلا هلاقي سابورتد بريثن هنا وبراها على طول مانداتوري بريثن كويس؟ فمعنى كده الاتنين دول انسپيريشن خلي بالكو فمعنى كده ان دلوقتي يعني بقى فيها عندي جنب بعض قوي مش مفروض انها تكون كده فالاحسن بقى من كده ان احنا لما يكون عندنا وضع زي كده ان احنا نعمل حاجه اسمها معنى معنى ايه؟ معنىها لما لاقي ان البيتشنت عاوز يعمل هنا وعارف ان انا مفروض عندي وقت بتاع مانداتوري بريثن بعدي بشوية اصغيرين بالموف السايكل دي كلها تبقى هنا يعني زي ما انفروا كده بدلا ما كانت السايكل بتاعتنا هنا اللي هاتلي بتاعة المانداتوري بريثن ناقلناها في مكان الايه؟ ناقلناها في مكان السابورتد بريثن يعني اكني بالزلط لما جاتل سم mesupportarated breathing دي عملت تريجرينج للايه لل Proof In simple Itこん يبقى عندها هنا كده. فدي عشان كان بنسميها synchronized breathing. اوكي? الجزء بقى اللي هو زي اللي في النص ده. اللي هو جالي في spontaneous breathing مافيش حاجة جنبيه يعني في النص كده مش جنب اي حاجة تانية. ده بسيبه زي ما هو يبقى برضو supported او triggered. هنا برضو هلاق ان المسافة بين الاتنين دول صغيرة قوي فبردو هموف دي تبقى ايه? تبقى هنا زي ما احنا شافين كده. ال mandatory breathing ده تتحرك بقى هنا. اوكي? وهكزا. اه طبعا احنا ممكن ما نعملش اصف mandatory خالص. ممكن احنا نعمل بس supported. supported معناها الاماكن اللي فيها spontaneous breathing هنا. دي الاماكن دي كلها. يبقى كل مكان من دول وقت ما حس. وقت ما ما هتحس ان هو بيحاول ياخد نفس. مجرد بس تديده small pressure عشان يحاول ان هو ايه? تسهل عليه شوية. تسهل على المسلز بتاعة بتاعته شوية. علشان يقدر ياخد النفس بتاع بشكل الاسر. فطبعا دي يعني ملخص لكل الموز اللي احنا ممكن نشوف اكشولي في كل المكان بتاع ال ventilators. اوكي? عادة زي ما كنت بقول. ال patient لو هو حالته سيئة بيبتدي بحاجة زي كده. بحيس ما يبقاش في اي اي افورت خالص على respiratory muscles. بعد كده ممكن اقلل ال read ده شوية. بس وسحنا نقلله ويبقى في عندي support للايه? support لل breathing اللي هو spontaneous breathing. اوكي? بعد كده باتنقل من ده. او يعني طبعا ما يستحسنش ناس تعمل ده. او يستحسن ناس تعمل ال synchronized. اللي هو ده عبارة عن ده version اللي ايه? السمارتر version من ده. يعني D. is the smarter version of C. اوكي? وانس ان هو خلاص بقى هنا وابتدت حالته تتحسن شوية. ادي له بعد كده support بس. يعني مجرد ان انا هشيل بقى المانداتوري خالص. ومجرد بس ان انا بستنى لما يكون في عنده spontaneous breathing. وساعده ان هو يعمل ال breathing باقل مجود ممكن. بعد ما يتحسن بقى عن ايه دي خلاص هو بيتساب بعد كده يبقى ايه? اللي هو بقى spontaneous breathing بقى يتنفس كده بقى بال paste بتاعه خلاص. يعني اتشلم عن ventilator خالص. اوكي? فطبعا حاجات دي مهمة جدا عشان نفهمها. واتخيل هي عبارة عن ايه? عشان بعد كده كل الموز بتاعت ال ventilation هي عبارة عن combination من الحاجات اللي احنا نكلم عليها هنا. طبعا احنا ممكن يبقى في عندنا pressure or volume driven inspiration. طبعا هم الاثنين عشان اتخيلهم. احنا في الاخر بنمشي نفس نفس الخط اللي احنا شفناه في volume pressure curve. نفس الخط دي احنا بمشي في inspiration. انا همشي كده. وكده? ولا همشي كده? وكده? يعني انا ببص دلوقتي على ايه? ببص على variable ده لغاية لما يوصل لحد معين. وابقى انا كده وصلت هنا. او ببص على variable ده لغاية لما اوصل لحد معين وابقى انا وصلت هنا. في الحالتين هم الاثنين واحد. يعني باسيك انا ممكن اشوف pressure اللي عايز اوصل له كام? اللي هو مقابل للنقطة دي. واعمل عليه triggering او اعمل عليه monitoring معها صحيب. او ده baseline variable بتاعي. او ممكن اشوف نفس الحاجة هي هي بالظبط نقطة اللي عايز اوصل لها دي. الفوليوم عندها بكام? واعمل عليه monitoring برضو او يبقى هو ده baseline variable بتاعي. لما اوصل النقطة دي اعمل برضو ايه? end للinspiration بتاعي. هم الاثنين طريقتين بس طبعا احنا يعني بيتهيالين المست كامل اللي بيستعمل الحقيقة هو الجزء بتاعي. او pressure driven inspiration. اوكي? بس في الحالتين لازم نبقى عارفين وتأكدين مية في المية. هم نعمل نفس الكيرف بالضبط في الايه? في volume pressure curve. يعني ما بيقاش في اي اختلاف خالص. احنا بس مجرد ان احنا بنبص على baseline variable ببص على pressure ولا بنبص على volume. في عندنا بقى حاجة في مكان الترافز الصناعي الحقيق بنسميها mode. mode of mechanical ventilation. اوكي? mode of mechanical ventilation can be generally defined as a predetermined pattern of interaction between a ventilator and a patient. كويس? يعني كل الكلام اللي هكلمنا عليه دوت. اا يعني المود عبارة عن مجموعة من الحاجات اللي انا بختارها علشان اا apply treatment معينة بالنسبة للبيشن. يعني بتكلم مسلا على نوع معين من trigger variable. نوع معين من limit variable. نوع معين من مثلا ال baseline variable. كويس كل واحدة من دول لما بعمل combination معينة بقدر اقول على دي انها اسمها mode. اوكي? الحاجة اللي هي الغريبة شوية في الجزء ده هنا. ان احنا عندنا almost يعني ممكن يقول ان في ميت اسم مسلا لميت mode of ventilation. اا في كل واحدة من commercial available mechanical ventilator. كل واحد بيعمل mechanical ventilator. بيسمي combination اللي هو بيستعملها بيسميها باسم معين بتاعه هو. رغم ان هي ممكن تبقى نفس الحاجة تقريما اللي مستعملة في حاجة تانية. اوكي? فنقطة يعني الحتة دي ممكن تبقى very confusing بالنسبة للناس. لو واحد مثلا بيعمل مناقصة. عايز اشتري جهاز معين. وحاطت فيه مواصفات. هيحط باسم المود بتاعه. ازاي? وهو يعني باسيك المود ده لكل ما كان هلو اسم مختلف. هو نفس المود هو هو. اوكي? فده لازم يكون اللي بيبص على الحاجات دي يبقى فاهم كويس قوي. هو بيتكلم على ايه? وعارف ان الحاجات دي موجودة ولا مش موجودة في الايه? في الافرز اللي جاية له. المشكلة دي جاية الحقيقة من المصنعين نفسهم. والميديكال كوميونيتي برضو الحقيقة يعني ما عملوش تسمية او ستاندر للتسميات دي علشان الناس تلتازم بيها. فكل واحد بقى اسمها بالطريقة اللي هو بيفضلها. فدي طبعا عملت مشكلة انا بكلم عليها دلوقتي. عامة ممكن نكلاسيفي المود دي عشان نقدر نفهمها كويس. لو انا جبت اي مود بأي اسم بقى. لازم عندي شوات اسئلة كده اجاوب عليها عشان نفهم هو بيشتغل زي بالظبط. يعني بتكلم مثلا لو عندي mandatory breathing. كويس. what determines the inspiratory cycling? يعني ايه هو trigger variable بتاعي? وايه limit variable بتاعي? what drives inflation and what is the breath breath targeted to or limited by? the feedback intra-breath or inter-breath? what determines expiratory cycling? هي مجموعة الفاريب زي احنا اتكلم عليها دي لو احنا عملاني definition هتدفعين دول تماما. لو عندي triggered breathing. اوكي يبقى لازم نعرب ارض what breath types are present. mandatory pattern supported or both. لو بتكلم على supported breath يعني what drives inflation? control parameter بتاعي هو برا عن ايه? ال breath targeted or limited by ايه? نفس الكلام ايه ال variable اللي انا ببص عليه برضو? الفيدباك برضو intra-breath ولا enter-breath? يعني بمعنى ان الكلام ده معنى ان انا دلوقتي باخد feedback من من السايكل نفسها جوه كل كل سايكل ولا بستنى بين كل سايكل والتانية اعمل الفيدباك دول. what determines expiratory cycling? نفس الكلام برضو. انا دلوقتي بنهي ال expiration ازاي مسلا? اوكي? لو عندي spontaneous breathing اوكي اكموديتت ازاي? وامتا? يعني اقدر نعمله اكموديتشن امتا? فباسيكلي لو احنا مسلا بنبص على mandatory modes of ventilation كويس? هلاقي مسلا عندي مسلا لو انا بكلم على الحاجات اللي بكلم عليها دي كلها حاطيتها هنا في table كده. يعني ممكن time variable بتاعي ممكن inspiratory cycle بتاعنا يبقى time. او عادة بيبقى time. control نفسه ممكن يبقى volume او pressure. او target او limit variables ممكن تبقى pressure او volume. اوكي? فممكن انا لكل واحدة من الموز اللي في المانداتوري موز دي. ممكن احطيها بالزبط الليستنج بتاعها هي هنا ايه بالزبط? هنلاقي مسلا لو احنا بصينا مسلا قررنا دول ببعض الاتنين دول ببعض. اوكي? لو انا بصيت على الاتنين دول هلاقي ان دي متسميه هنا حاجة. اوكي? ومتسميه هنا حاجة تانية خالص. اوكي? يعني بسميه هنا اي بي بي بي. اوكي? في دريجر. اوكي? وممكن ان انا كانوا على control mandatory ventilation. او control mode ventilation. او intermittent mandatory ventilation. يعني ممكن يبقى الليستين دول نفس الكلام بالزبط. اوكي? ففي حاجات كده بتبقى نفس برضو الحاجة الاي بي بي بي. ممكن نلاقي في حاجات تبقى برضو فيها اختلافات بين دي وبين دي. نفس الاي بي 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 بالزبط هو نفسه بتاع دريجر. اوكي? فلازم يبقى اختين بقى لنا كويس قوي نحن نقدر نملة تابل دوت لاي مودة احنا عايزينه. اوكي? ويبقى هو ده الرفرنس بتاعنا مش الاسم التجاري. من الاسم التجاري الحاجة ممكن يبقى خادع شوية. فلما باجي اعمل مناقصة في حاجة زي كده او احط مواصفات عشان mechanical ventilator بحط مواصفات in terms of table ده احط فيه المودة اللي انا عايزة. نفس الكلام الحقيقة بيلاقيه في trigger modes. اوكي? هنا بقى مسلا على سبيل المثال في المود دوت اللي هو نفس الحاجة بالزبط هو هو. هلاقيه له واحد اتنين تلاتة اربعة اربع عسامي. اوكي? اربع عسامي في مختلفين. اوكي? فطبعا بالنسبة لنا نفس الكلام ده يعني برضو زي ما كنا ميقول في ال mandatory modes. انا برضو عايز ا define الحاجة اللي انا عاوزها اللي هو المودة اللي انا عايزه in terms of variables دي. اوكي? مش باسم التجاري. لان اسم التجاري زي ما احنا شايفين كده لو انا حطيت دي دلوقتي لو واحد ما بيفهمش وهو بيبص على المناقصة مسلا واحد حاطت pressure support هيقول لا ده مختلف عن ده. اوكي? فالمشكلة ان انا لازم احط او الحاجة اللي المفروض اعملها اللي هي عشان تبقى scientifically صح. احط الحاجة اللي انا عاوزها هنا. ويبقى بعد كده قارنها بقى بالمودز اللي هي دي بتعمل ايه بعد كده? اخر حاجة نتكلم فيها هو ال commercial development of ventilator technology. الحقيقة الشركات بتاعت الفنتيليتورز اا كتير اوي ان احنا يبقى فيها عندنا مسلا فنتيليتور في المستشفى بموضل معين بمانيفاكشور معين. نيجي بعد كده ندور على المانيفاكشور ده نلاقي المانيفاكشور ده مبقاش موجود. مبقاش موجود دي مش معان مش معناه ان هو خلاص افل مسلا لا غالبا ما بيكونش كده. غالبا بيكون شركة تانية عملته اكوزيشن. وبقى جزء من الشركة التانية دي. فدي الحقيقة حاجة مهمة جدا ان احنا نفكر فيها ان احنا نبقى عارفين على الاقل الشركات جاية منين ورايحة فين. فالحقيقة الفجر ده جميل اوي نوه بيورينا الهيستوري من التلاتينات لغاية اه كم سنة فاتت. اوكي بيوريها الشركات عملت ميرجنج ازاي يعني ممكن تلاقي مسلا في شركتان عملوا ميرجنج بقى شركة واحدة. على الاقل تقدر تعرف الماركة اللي كانت موجودة مسلا في التمانينات اسمها كزا. دلوقتي بقى اسمها ايه? اوكي? فدي حاجة مهمة جدا عشان نبقى احنا عارفين برضو الهيستوري بتاع المكهة بتاعتنا دي. اه ماشي ازاي? ونقدر نعرف على الاقل نقدر نجيب بتاعتنا منين. الحقيقة عشان نكمل اراية في الموضوع بتاع الميكاليكال فنتيليتورز. اه بنصح الناس انها تبص شوية في اه اضطر ايضا من الارفرنس. على الانبوط باور يعني انواع الانبوط باور لنسبة للفنتيليتورز. الباور كونفرجان لي بيحسن جوه الحقيقة عشان نقدر نشغلو. وجوز بتاع الالارمز عساس يعني نفهم برضو جوز بتاع السيفتي بتاع الميكانيكال الفنتيليتورز.